اصلاح الامم المتحدة ومكافحة الارهاب والانتخابات الرئاسية ابرز النقاط التي تضمنتها كلمة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة للمشاركين في افتتاح الندوة الوزارية السابع عشر لحركة عدم الانحياز بالجزائر الكلمة التي تلاها الوازيو الاول عبدالمالك سلال باسم الرئيس بوتفليقة جاءت تؤكد على انخراط الجزائر في مسعى اصلاح منظمات الامم المتحدة عبر توسيع مقاعد مجلس الامن وتعزيز دور الجمعية العامة ان اصلاح المنظومة المتعددة الاطراف تفرض اضفاء مزيد من التنسيق السياسي والتوافق الاقتصادي الكلي من المفروض ان يستقطب كل تقاتنا تعزيز دور الجمعية العامة واصلاح مجلس الامن باتجاه توسيعه موازة مع عادة تشكيل المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية كلمة الرئيس بوتفليقة بها ابراز لأهمية استمرار مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة ودع الرئيس الالتزام الحركة وتوحيد جهودها لتقليص مساحة لا امن ولا استقار في دولها اصبح الارهاب المتواطي مع الاجرام العابر الاوطان وتهريب المخدرات افات انبالغة الخطورة بالنسبة للمجتمعات الدولية ويسعى تدريجيا الى توسيع مساحات لا امن ولا استقرار كما هو الحال حاليا في منطقة الساحل في افريقيا وما يبعث على الارتياح ان المجموعة الدولية اصبحت تعي ماذا خطورة هذا التهديد وانها قررت التصدي لها بطريقة منسقة وتوافقية داخليا اعتبر الرئيس في كلمته التي تلاها باسمه الوزير الاول عبد الملك سلال اعتبر الانتخابات الرئاسية الاخيرة محطة نوعية لتعميق المصاري الديمقراطي في البلاد شكل الانتخاب هذا محطة نوعية جديدة في تعميق الممارسة الديمقراطية وتعزيز دولة الحق والقانون في الجزائر وطلقت الحكومة التي تم تعينها في مطلع هذا الشهر في سياق هذا الاستحقاق الانتخابي من السيد رئيس الجمهورية خريطة الطريق حددت المعالم ان خريطة الطريق هذه تبرز في المقام الاول اولوية الاصلاح للدستور الذي سيشارك فيه من منطلق روح توافقية كافة الاحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والفاعلين في المجتمع المدني اولويات تعكف حكومة سلال تجسيتها عبر خارطة طريق بابعاد سياسية واجتماعية واقتصادية